في أقصى شمال قطع غزة حيث سكن الشاب عبد الرحمن أبو رواع الذي تماشى مع طبيعته الخلقية بفقده ساقه وذراعه فكان لنفسه سنادا ومرتكزا لم يركن على ذلك الطرف الاصطناعي الذي كان يحلم به وسعى لنيله ولم يتمكن منها تارة لوضعه المعيشي الصعب وتورا لواقع القطاع المرير المفتقر لعلاجه هو لازم الواحد يكون عنده عزيمة أنه يعمل يشتغل أنه يتأقلم على الحالة التي هو فيها أو يصنع حاجة أنه يقدر يعتمد عن نفسه فيها لم يعجزه الأمر ليبلور بذلك فكرة بسيطة تحولت بدلا عن ساقه وذراعه ومذهلة للنظر هي تلك الدراجة الهوائية البسيطة التي باتت على يد الشاب حكاية تحدي كبيرة لإعاقته التي لم تعق إرادته فخلق توازنا مدهشا على هذه الدراجة وأقطع مسافات تجاوزت 12 كيلو عبد الرحمن لم ينل على طرف اصطناعي رغم كل محاولاته وكذلك الآلاف مما خلفتهم الاعتداءات الإسرائيلية وأفقدتهم أطرافهم تأقلم عبد الرحمن مع حالته الجسدية والنفسية لكن على مبدأ الاختلاف كثيرون أفقدتهم مثل هذه الإصابات أجزاء من حياتهم الطبيعية من غزة إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين